وفي أخباله شيخ شيوخنا محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيط رحمه الله أنه لم يفهم مسألة في درس الفرائض عند شيخه فلما انصرف من درس الفرائض رجع إلى منزله بعد صلاة العشاء فاستحضر من كتب الفرائض التي عنده ما يستعين بها على فهم هذه المسألة وأمر خادمه أن يصنع له أتايا أي شايا بلغتهم فلم يزل يقلب الكتب في فهم تلك المسألة حتى انفجر الفجر أي طلع عليه الفجر وقد فهم المسألة وكان يمكنه أن يخلد إلى النوم ثم يقول هذه مسألة لعلي أموت لا أسأل عنها لأنه يرى أن فهم هذه المسألة عبادة يتعبد بها الله عز وجل